اشتركوا في القناة نحضر قطو بالبرتقال قطو جدا منعش خصوصا لا تستهلك الكوع بارد تشوفوا طريقة التحضير جدا سهلة ومكونات بسيطة والان سنمر مباشرة الى طريقة التحضير بسم الله نحتاج الى كمية برتقال نزع القشرة ثم نقطعها الى كيطة صغيرة وماذا بكم نزعوها هذه الكشرة البيضاء لان لو كان لا تنزعوها ستعطي مرارة في الكيك بعد ما قطعناها الى كيطة صغيرة نحضر الكيك بالنسبة للمكونات نحتاج 2 بيضة نحتاج الى السكر نصف كوب كوب التقريب او 125 غرام نحتاج الى الفارينة او داقيق الابيض كوب مملوء او 150 غرام هنا سكر فانيلا ملعقة صغيرة او كيس واحد نحتاج الى خميلة الحلوة ملعقة صغيرة او كيس واحد نحتاج الى زبدة او مارغارين لتكون طرية 80 غرام تقدروا تعاوضوا هذا المارغارين بالنسبة للبرتقال إذا كان حامض تقدروا التفاح مقطع قطع صغيرة وفي مكان البرتقال تقدروا التفاح مقطع قطع صغيرة الوصفة تقدروا الاجاس او المشماش او الخوخ مقطع قطع صغيرة سكر فانيلا والسكر نخلطوا هذه المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليطة كريمة والسكر يكون داب تماما اما تستعملوا الدراب الكهربائي العادي ولا تستعملوا العجلة لان كان عندكم حاضر بعد ما نتحصلوا على الخليطة كريمة نضيفوا زبدة او المارغارين ونزيدوا نخلطوا إذا استعملتوا الزبدة لازم تكون طيام بيش هكذا تخلط لكم مليح مع المكونات بعد ما نتحصلوا هنا خليط متجانس الآن نضيفوا الفارينة ونضيفوا فوقها خميرة الحلوة ونخلطوا جيدا تقدروا تخلطوا بالضراب ولا فقط بواسط انفوة ولا بواسط ملعقة بعد ما نزيدوا البرتوكال قطعناه قطع صغيرة تقدروا أن تضيفوا جميع الكمية فقط حاضروا من تنقوا البرتوكال ونضيفوا القشرة البيضة يعني ضروري استعملوا البرتوكال للقشرة تكون طريقة ونضيفوا كمية تكون كبيرة من بعد الكيك وكأنهم شربوا بعصير البرتوكال من بعد نفرغوا العجينة ونضيفوا قليلا ونضيفوا قليلا وضعت لها أيضا ورقة الطهي كيك ينزع بسهولة ونقوم بطهي الكيك مباشرة في فرن ساخن على درجة حرارة العادية 180 درجة مئاوية ومدة الطهي كانت بالتقريب 35 دقيقة لكن يمكن تكون أكثر على حساب القالب الكيك كلما كان عندها ارتفاع كلما كانت مدة الطهي طويلة دائما تأكدوا بواسات كيوردون من تدخلوه في الكيك واتخرجوه لا يجب أن يكون معمر عجينة لأنها فيها البرتوكال لكن لا يجب أن تكون هناك عجينة بعد خلو الكيك حتى يبرد ومبعد لكم الاختيار إما توضعوا في المساحة العلوية الناباج واللاجولي باش يكون عندها لماعان ولا تروا شو عادي كيما عملتنا بالسكر الناعم باعتوا وضعوا الكيك انتاعكم في المبرد حتى يبرد مليح باش تستهلكوه باش يكون منعش وهذا كل الكيك وكأنه راه مشرب بعصير البرتوكال هنا بعد ما برد على درجة حارة الغرفة قد نقطع لكم قطعة باش تشوفوا القوامة من الداخل كيفاش يكون وكيما قلت لكم فيما كان البرتوكال تقدروا توضعوا التفاح تقشروه وتقطعوه إلى قطعة صغيرة ووضعوا كمية كبيرة باش هكي يجي معمل متفاح متداخل ولا الإجاس ولا المشماش او الخوخ وتقدروا ايضا توضعوا الفواكه المعلبة في مكان الفواكه الطازجة وصلنا الى نهاية الفيديو انتاع اليوم وان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم ونقولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة